اشتركوا في القناة دي اول نتاج لها دار الرحمة هتبقى دار مؤسسة هترعى كل الابناء رعاية علمية وطبية واجتماعية عشان يخرجوا ناشق جميل احنا النهاردة متواجدين في العاصمة الادارية ودي اضافة للعاصمة الادارية خلونا نتكلم بس في الناحية الانسانية الاول ان دي حاجة عظيمة جدا ان بتتوحد كل القلوب الانسانية لما نعرف ان النهاردة عندنا ضيوف من ايطاليا ومن الامارات ومن العراق ومن الاردن ومن اسبانيا ومن الولايات المتحدة الامريكية دول كلهم جمع عشان حبا في الانسانية لافتفاح هذه الدار اللي هتمثل علامة فريقة في رعاية ابنائنا الايتام مشروع واحد الرحمة كمان بجانب ان البابا خصصه بهذه الهدية الكبيرة هو يعد او اولى سمار وسيطة الاخوة الانسانية اللي وقاحها قدس البابا مع فضيلة الامام الاكبر شيخ الاصر الدكتور احمد الطيم واللي فيها بنقول كلنا كل المؤمنين بربنا ان احنا مع بعض نستطيع ان نفعل الخير ويجب ان نفعل الخير متحدين لان الخير يوحد القلوب ويوحدنا في خدمة المحتاجين البيت هنا مصممة عشان تستقبل اطفال الايتام الاطفال المحتاجين بحيث ان الجميع يشعر انه في بيته وان ده بيت الاخوة الانسانية احنا اخترنا العاصمة الادارية لان العاصمة الادارية مشروع كبير ومشروعة بيعكس رؤية مصر واهداف مصر والجمهورية الجديدة اشتركوا في القناة